طيب تفسير بقى اللي احنا سردناه ده كله ايه بغض النظر بقى عن فكرة المغلطات التاريخية وما شابه وعن عمد وعن غير عمد وعن جاهل وعن غير جاهل كل ده كان تفسيره ايه تفسيره يتضح في الفيديو اللي احنا هنعرضه ده اللي هو اصلا صوت وصورة للاستاذ ابراهيم عيسى نطلع نشوف الفيديو وانا ابني بيشجع الاهلي من دموقراطيتي ويعني وايماني بالحرية وإيماني بان الزمالك طلع عيني طول عمري وجعلنا يعني يعني انا رأيي ان اللي عايز يصاب بعقدة نفسية طيلة حياته يشجع الزمالك يعني واللي عنده مؤهلات لجنون للطهاب يشجع الزمالك واللي عايز يحس ان العالم بيتآمر على حضرته يشجع الزمالك واللي عايز يعيش حالات حزن مستدامة تعف تلميها مستدامة فيه كقابة مستدامة انك تكون زمالكاوي فهتكون زمالكاويا ده صعبة جدا يعني اذا لم تتقبلها بالروح دي هتعاني بشكل كبير جدا يعني معايير تشجيع نادي الزمالك من وجهة نظر الاستاذ ابراهيم عيسى انا مش عيدهم تاني تقدروا تعيدوا الفيديو وتسمعوه تاني لان المعايير بصراحة خلتني بعد كل اللي احنا عملناه خلال الحلقة اتعاطف بشدة معاه عجبني جدا ان القبض بيحب يكون ابنه احسن منه دي اصدق جملة قالها الاستاذ ابراهيم عيسى في كل الحلقة اللي احنا خدناها لان ابن الاستاذ ابراهيم عيسى اهلاوي عشان كده لما كنا بنقول لاخو ابراهيم عيسى الصغير اتعلم من اخوك النهاردة بنقول للاستاذ ابراهيم عيسى خد اخوك وروح اتعلمه من ابنه